السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متبعيني معكم نونا الحجير النهاردة هنعمل صنف مكارونا سهل وبسيط وسريع مكارونا بصوص الطماطم مع الخضروات حاجة كده تحفة اكل مطاعم هنعملها بكل سهولة اي حد اول مرة يدخل المطبخ هقدرين نفزها كمان اهداء مني لعشاء المكارونا وللمختربين شايفين شكل مكارونا بعد ما خلصتها قد ايشة هي ولون الصوص والخضروات فيها تفتح النفس بجاج طحفة يلا بينا نبدأ ونشوف المقادير وطريقة التحضير بسم الله اول حاجة عندي كيس من مكارونا لسباكتي سلقته في مية مغلية وعليها رشة من الملح ما بحطش في مية سلق المكارونا زيت ابدا وبعد كده بصفيها وبخسلها تحت مية الحنفية نبدأ دلوقتي في تحضير الصوص حطي التصالب وتجاسفية معلقتين كبار من الزيت اول الزيت ما يسخن حنزل ببصلة مقطعة شرايح او حلقات او مكعبات حضيف عليها ربع معلقة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل اسود اول البصلة ما تبدأ تدخل في التحمير ويصفر لونها حضيف عليها معلقة صغيرة من التوم المفروم او المدقوق نعم تقريبا اربع فصوص من التوم اول التوم ما ريحته تطلع حنزل بالفلفل بتاعي مقطعه برضو شرايح او حلقات فلفل رومي مع فلفل حرق او فلفل الوان المتوفر وبعد كده طمط ماية واحدة بس مقطعه شرايح وحضيف عليها مقدار معلقة كبيرة من السلسة او معجون الطماطم وهنا التكة اللي انا قلتلكو عليها تكة مهمة جدا كل مرة بعملها في سوس المكارونة بيديها تقل معايا رائع وهو ربع كباية من مية السلق بتاع المكارونة حقلبهم وحوطي النار عليهم لحد لما يمتزجوا او يتسبكوا بالشكل اللي احنا شايفينه طبعا هنا نقدر ان احنا نزبط الملح بتاع السوس بتاعنا حضيف المكارونة وحديها تقليبة وحوطي النار عليها وحسيبها لما تتشرب كل السوس اللي احنا شايفينه مش هيبقى فيه خالص اي سوس موجود المكارونة هتشربه كله مش هتاخد مني اكتر من 10 دقايق ان انا هقلبها كويس جدا وحغطي عليها وحوطي النار لمدة لا تقل عن 10 دقايق وبالشكل ده بتكون المكارونة استوت وجهز عالتقديم اهم حاجة ان انا بحاول اوزع فيها كل الخضروات الموجودة في السوس بحيث كل المكارونة تتشربها نقدر نعمل المكارونة بالطريقة دي فاي نوع مكارونة حابينه مش شرط انها تبقى اسبكتة بس هي في الاسبكتة طحفة شكلها بعد ما خلصتها جهز عالتقديم وبتتقدم بالطوصة زي ما هي وطبعا على الصفرة مع اللدباء على حسب عدد الافراد سهلة وسريعة وكمان طعمها رائع جربوها اقولولي ايه رأيكم كانت معكم نونا الحجيري صحتين وهنا عليكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته